موسيقى طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية النهاردة هنكمل بقى القصة بتاعتنا النهاردة هنكلم على مرحلة جديدة من المراحل اللي مر بيها الاسلام هنتكلم على غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مواجهة المعتدين على الدعوة الاسلامية احنا عرفنا ان الاسلام مر باقتر من مرحلة اتكلمنا على مرحلة سرية الدعوة اللي قعدت ثلاث سنين اتكلمنا كمان على المرحلة اللي كان فيها الجهر لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفة وابتدى بقى يجهر بالدعوة لجاية لما جاء ابو لهب وقال له تبليك الى هذا جماعتنا وهنا بقى دي مرحلة جديدة وهي مرحلة الجهر لكن كانت من غير مواجهة مرحلة الثالثة لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة وهنا بقى ابتدت عندنا مرحلة الدفاع عن الدين الإسلامي فابتدى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مقاومة كل من يسعى للقضاء على هذا الدين وان هم يقفوا أمام يعني الناس اللي كانت بتقف علشان يدوا على الدين ده ويقفوا أمام نشر فضائل الدين ومبادئ الدين الإسلامي الجميلة فبنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وأصحابه ابتدى بقى يوجه مجموعة من الصرايا ومجموعة من الغزوات ضد مين؟ ضد المشركين طب هنا بقى عايزين نعرف الفرق بين مصطلح سرية ومصطلح غزوة يعني ايه كلمة سرية ويعني ايه كلمة غزوة؟ سرية جمعها صرايا والصرايا هي حملات وجهها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين يعني يوجه مجموعة من الصحابة حرب المشركين لكن النبي ما كانش معهم يبقى المقصود بكلمة صرايا هي حملات وجهها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ولم يحضرها طب إليه الهدف من هذه الصرايا الهدف منها إضعاف قوة قريش الاقتصادية ليه ليقفوا كيدهم وعداءهم وتحردهم لليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه والمدينة ده المقصود بمعنى الصرايا طب يعني إيه بقى كلمة غزوات غزوات مفردها غزوة يعني إيه بقى غزوات هي معارك خاضها المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مع المسلمين وبيدفعوا عن الدين الإسلامي وبيحموا المبادئ بتاعته الجميلة عشان ينشروها بين الناس جميعا ده الفرق ما بين الصرايا والغزوات طب تعالوا بينا كده نعرف إيه الغزوات اللي مرت أو اللي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الغزوة عندنا هي غزوة بدر الكلام ده كان سنة اتنين هجريا يعني بعد مرور سنتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة الغزوة الثانية عندنا يهود كانوا موجودين في المدينة اسمهم بنو قينوكوع الناس دي النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم برضو كان سنة اتنين هجريا عندنا غزوة أحد ثلاثة هجريا بعد ثلاث سنين من هجرة النبي غزوة بنو الندير سنة اربعة هجريا غزوة الخنضق كانت خمسة هجريا عندنا صلح الحديبية كانت ستة هجريا عندنا ايه كمان؟ غزوة خيبر سبعة هجريا وغزوة مؤتة تمانية هجريا ويفتح مكة برضو كانت تمانية هجريا وغزوة حنين كانت برضو تمانية هجريا وغزوة تابوك اللي هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسعة هجريا احنا مش هنتكلم على كل هذه الغزوات احنا هناخد بس اهم هذه الغزوات ونبق مع بعض بغزوة بدر غزوة بدر بنلاقي ان كان من ضمن اسبابها النبي صلى الله عليه وسلم جات له اخبار ان فيه قافلة تجارية جاية من بلاد الشام رايحة لمكة القافلة دي بيقودها ابو سفيان فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فقرروا ان هم يخرجوا عشان يعترضوا هذه القافلة وان هم ياخدوا هذه القافلة خاصة ان المسلمين سابوا اموالهم واسابوا بيوتهم واسابوا كل حاجة خاصة بهم في مكة فاقترح على اصحابه ان هم يعترضوا هذه القافلة اللي بيقودها مين ابو سفيان بن حرب لكن ابو سفيان بن حرب كان ذاكي جدا وعرف ان المسلمين هيعترضوا هذه القافلة فبعت لزعماء قريش في مكة قال لهم الحقوا انقذوا أموالكم وقدروا أنه هو يهرب بهذه القافلة المهم قريش في الوقت ده عرفت أن المسلمين خارجوا فقريش جاهزوا جيش الجيش ده كان عدده من 900 لألف واحد ورحوا لاتجاه بدر بئر بدر هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هنرجع للمدينة ولا نواجه الجيش اللي جاي من قريش فقعد اتكلم مع الصحابة فطلع صحابي اسمه المجداد بن عمر شجاع فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اتكلم مع الصحابة طب هو ليه اتكلم معهم لأن لو تفتكر في باية العقبة الثانية لو تفتكر الأنصار بيعوا النبي عليهم قالوا له هنحميك وهننصرك ولكن لو انت هجرت إلينا يعني احنا هنقف معاك لو انت هجرت إلينا والنبي هجر ليهم طب احنا هندافع عنك داخل المدينة لكن خارجها لأ ده كان شرط الأنصار فلما النبي صلى الله عليه وسلم بص الاستحابة قال لهم هنعمل ايه طلع المجداد بن عمر قال له والله لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلة ان هنا قاعدون مش هنقول زي ما قالت بني اسرائيل لسيدنا موسى لما قالوهم رحوا حرب الجبابرة اللي كانوا عاديين في فلسطين قالوا له اذهب انت وربك فقاتلة ان هنا قاعدون فالمجداد بن عمر قال له ايه قال له مش هنقول كده ولكن سنقول لك اذهب انت وربك فقاتلة ان معكم مقاتلون الله عالجماعي شوفوا المجداد بن عمر قال له ايه فبص ده طبعا المجداد بن عمر كان احد استحابة من المهاجرين فاضل بقى الانصار الانصار اللي هم اهل المدينة اللي بايعوا النبي فبص كده طلع سعد ابن معاز أحد الصحابة وهو من الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا رسول الله توكل على الله نحن ومعك لو خدته هذا البحر اللي هو البحر الأحمر سنخوضه معك فاستبشر وجه النبي صلى الله عليه وسلم طيب نبي صلى الله عليه وسلم كم نعطته أنه هو يستشير الصحابة يدرس كده أرض المعركة ويقول لهم أحسن حاجة نعملها إيه فلما تجي تبص كده معايا كده على خريطة غزب بدر المسلمين باللون الأخضر زي ما احنا شايفين كده المشركين هنا المشركين جايين من صفر جايين من مكة رايحين للمدينة فأحد الصحابة اسمه الحباب بن المنزر قال له يا رسول الله هم هيجوا من صفر جايين عطشانين طيب احنا الحل ايه؟ الحل اللي احنا نعسكر عند أبنى بقر من أبوار بدر يعني نعسكر كده بالجيش بتاعنا عند أقرب بقر من أبوار المية اللي هي بتاعت بقر بدر بحيث ان احنا نمنعهم عن الشرب طب عدد جيش المسلمين كان قد ايه؟ عدد جيش المسلمين كان 313 عدد جيش المشركين كان ألف واحد من المشركين شوف بقى هنا يعني مفروض على اقل كل واحد من المسلمين يحارب 3 من المشركين هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما استبشر وجهه قعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى وبشر أصحابه بالنصر قعد يقول لهم هنا هيقع فلان وهنا هيتقتل فلان من المشركين وهنا هيتقتل فلان فالمسلمين استبشروا وبدأت المعركة وبنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني مد رسوله ومد المسلمين بالملائكة تحارب مع المسلمين كانت من نتائج غزو البدر اللي كانت سنة 2 هجريا انتصار المسلمين برغم قلت عددهم بسبب ايه؟ قوة ايمانهم وأغزهم بأسباب النصر وكانت من نتائجها فرح كبير جدا للمسلمين بنصر الله له طب هنا لما نيجي نتكلم على الدرس المستفاد من غزو البدر ايه الدرس المستفاد؟ فكر معايا كده؟ هل النصر ان انا اكون اكتر عدد؟ لا هل النصر ان انا اكون احسن منك فيه السلاح؟ لا النصر بكوة الايمان اه مطلوب ان احنا ناخد بالأسباب مطلوب ان احنا نطور من نفسينا لكن النصر ليس بكسرة العدد ولكن بكوة الايمان هو ده الدرس المستفاد من غزو البدر ده كان سنة 2 هجريا رجعت كريش زعلانين زعلانين جدا ومتضايقين ازاي هما اقل مننا وهما ينتصروا؟ فكانت السنة اللي بعديها سنة 3 هجريا غزوة احد اسبابها لما اجا اقولك بما تفسر غزوة احد تقولي رغبة كريش في الانتقام المسلمين بسبب اللي حدث ليهم في يوم ايه؟ بدر هنا كريش باب اللي اهنا خرجت في 3000 مكاتر وتحركوا نحو المدينة ونزلوا عند جبل احد فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة قال لهم هندافع عن المدينة ولا نخرج نحاربهم برة فالصحابة اتفقوا ان هما هيخرجوا برة خارج المدينة يحاربوا فين؟ يحاربوا عند جبل احد وفي الطريق وهم خارجين النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج في 1000 واحد 1000 من اصحابه زعيم المنافقين يعني اين المنافقين؟ يعني واحد يقول انا مسلم ومؤمن لكن هو منافق يعني ايه منافق؟ يعني هو بيكره الاستان من جواه فرجع زعيم المنافقين اللي هو عبد الله بن ابي سلول اللي هو زعيم المنافقين رجع بطولة الجيش فبقى النبي معه سبعمية واحد شو بقى هنا روح المعنوية وهم خارجين في 1000 واحد يرجع 300 مع زعيم المنافقين اللي هو عبد الله بن ابي ابن سلول او ابن ابي سلول رجع بتلت الجيش هنا بقى المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتدوا يدرسوا ارض المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اسكى قائد عسكى فلما جيه بص الارض المعركة زي ما انت شايف كده جبل احد اللي هو اللي فوق ده ودي ارض المعركة والمشركين باللون الاحمر وفي جبل في النص كده اللي احنا شايفين قدامنا كده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخمسين واحد انتو هتمسكوا هتمسكوا السلاح اللي هو الرمي اللي هي الاسهم بحيث انتو تمنعوا اي حد ييجي من وراء جيش المسلمين وبالفعل جماعة طلع خمسين واحد من الرماء طلعوا على جبل احنا اطلقنا عليه جبل الرماء وقال لهم سواء شفتونا احنا منتصرين او مهزومين ما تنزلوش من فوق الجبل وبالفعل ابتدت المعركة وراية المشركين يعني اثناء المعركة ابتدى الناصر يروح للمسلمين وراية المشركين وقعت على الارض وزمان الجيوش لما كان بتحارب العلم او الراية لما كان بتقع على الارض معناه ان خلاص كده ان الجيش تتهزب فالمسلمين ابتدوا ويفرحوا وابتدوا بقى يجمعوا الغنائم الغنائم بقى اللي هي الاسلحة والدهب والحاجات دي الرماء عاديين فوق الجبل شافوا المنظر فخالف معظم الرماء اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وطركوا الاماكن متقاتهم ونزلوا من فوق الجبل الرماء عشان يجمعوا الغنائم هنا بقى مين كان قائد الفرسان من جيش المشركين ما كانش لسه استم كان سيدنا خالد ابن الوريد القائد الذي لم يهزم في اي معركة في حياته خالد بن الوريد استدار بيئة الفرسان واستدار خلف الجبل وينقض بجيشه على المسلمين وكانت من نتائج غزوة احد تحول نصر المسلمين الى هزيمة بسبب ايه؟ بسبب مخالفة بعض الرماء اوامر النبي صلى الله عليه وسلم طب ايه الدرس المستفاد من غزوة احد؟ تعالوا بينا نفكر كده ايه الدرس المستفاد؟ الدرس المستفاد ضرورة اتباع اوامر القائد يجب ان نتابع اوامر القائد وما ينفعش ان احنا نخالف اوامر القائد فده اللي حصل مع المسلمين في غزوة احد اللي كانت سنة كام تلاتة هجريا طيب عدت الى ايام وجدت سنة اربعة هجريا كان فيه يهود اسمهم بني الندير كانوا عادين في المدينة بني الندير دولت حاولوا يموتوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن تم اكتشاف المؤامرة بتاعتهم فخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة بسبب غدرهم وبسبب خياناتهم اليهود دولت راحوا لكريش وقعدوا يقولوا لهم هتثيبوا المسلمين لغاية قدية لازم ان احنا نقتص ونقضي على المسلمين وحردوا قريش وحردوا القبائل المجاورة لها على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وبالفعل قدروا ان هم يجمعوا عشر تلاف مقاتل من قبيلة قريش ومن قبيلة اسمها غطفان وبعض اليهود والقبائل الاخرى اللي بتكره الاسلام وبتكره المسلم جمعوا كاب واحد عشر تلاف مقاتل الانباء وصلت للمدينة وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وصلت للصحابة نعمل ايه؟ فاحد الصحابة اسمه سلمان الفارسي سلمان جاي من مدينة فارس بلاد فارس اللي هي ايران حاليا دخل في الاسلام قالوا يا رسول الله كنا في بلادنا عندما يأتي علينا عدوه كده قوي جدا واحنا ممكن يكون خايفين منه طب نعمل ايه؟ كنا نخندق حوالينا يعني نخندق؟ يعني نعمل حفرة عميقة جدا شو بقى هنا اللون اللبني اللي قدامك ده كل عشر صحابة كانوا بيحفروا اربعين دراع اربعين دراع طول والعنق بتاعه بحيث ان يمنع الكريش الكريشيين اللي هي قبيل الكريش ان هم يدخلوا المدينة وبالفعل يا جماعة ابتدن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يحفروا الخندق الكبير ده لان المدينة زي ما انت شايف كده جبل علي منها وجبل على شمالها وفيه جبل وراها وفيه مكان وحيد فيه خلف المدينة قاعد فيه يهود بني قريزة النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل معهم صحيفة المدينة وقال لهم ما ينفعش ان احنا او يبقى فيه سلامة بيننا ومنكم ولازم ندافع عن المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عامل معهم معاهدة اتفاق وهم ما كانش ينفع ان هم ايه يخلفوا هذا الاتفاق فالطريقة الوحيدة عشان قريش يتهجن بيه على المسلمين ان هم ييجوا من قدام المدينة من قامل المدينة وهنا بقى القريش جاي معاه الطبول يعني بيدربوا الطبول وفرحانينوا معهم نساء هم واليوم سوف نقضي على محمد اليوم جات قريش في جيش عدده قد ايه عشرة الاف مقادر وبالفعل يا جماعة اول ما جم بصوا على الخندق قالوا كده انها لما كيدا لم يعرفها العرب قط خدعة العرب معرفهاش قبل كده وبالفعل يا جماعة قعدوا اسبوع اسبوعين لغاية لما قعدوا شهر اثناء الشهر اليهود اللي هم يهود بانوا قريزة حاولوا ان هم يعني يخونوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقضوا على المسلمين من الخلف وغادر يهود بانوا قريزة بالعهد اللي كان ما بينهم وما بين النبي صلى الله عليه وسلم وانضموا للمشركين فبقا فيه عدوه في الداخل وعدوه في الخارج والمسلمين خافوا لغاية لما الله سبحانه وتعالى ارسل ريحا ظالمة ريحا شديدة جدا خاف المشركين وقام ابو صفيان اللي هو كان زعيم المشركين شال الخيمة بتاعته وهرد وانتهت غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخنبط بانتصار المسلمون بفضل الله تعالى لذلك احنا في تقبلات العيد بنيجي نقول ايه؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله يبقى احنا كده نتاج غزوة الأحزاب انتصار الايه؟ المسلمون بفضل الله تعالى وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم اتجه لحصار يهود بني القريزة اللي هم خانوا العهد بتاعهم ونقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بخروجهم من المدينة المرحلة الرابعة اللي هي عالمية الدعوة ومواجهة كل من يقف ضد حرية نشرها في الفترة دي احنا بتكلم على بداية سنة ستة هجرية يعني بعد مرور ستة سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة في الفترة دي اللي هي سنة ستة هجرية النبي صلى الله عليه وسلم جمع 1400 من أنصاره ومن المهاجرين من صحابته اللي هي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدوا مكة بهدف أداء مناسك العمرة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يسمى الحديبية وهم لابسين لبس الإحرام اللي هو لبس اللي هو الزي الأضيض اللي بيروحوا فيه يحجوا أو بيروحوا يعملوا عمرة وطبعا كان الهدف اللي هو إيه أداء مناسك العمرة يعني كان معهم سلاح المسافر فقط وبالفعل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عصمان ابن عفان قالوا روح لقريش عرفهم أنه هو مجيش عشان يقاتل أنه هو لم يأتي بهدف القتال وإنما الهدف أداء مناسك العمرة لكن قريش هنا وقفت ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وسيدنا عصمان تأخر في العودة فشاع الخبر أن سيدنا عصمان تم قتله فاستحاب بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على قتال قريش فسميت هذه البيعة باسم باعة الرضوان يبقى باعة الرضوان اللي هي كانت بسبب تأخر عودة سيدنا عصمان من قبيلة قريش الكلام كانت سنة ستة هجرين وبالفعل على طول سيدنا عصمان ابن عفان بعدها رجع بسرعة وأرسل القريش رسل لمفاودة النبي صلى الله عليه وسلم وتوصل الطرفان اللي هي قبيلة قريش مع سيدنا محمد بصلح عرف باسم صلح الحديبية طب تعالوا مع بعض كده نقرأ شروط صلح الحديبية أول شرط من شروط صلح الحديبية إيقاف الحرب بين الطرفين عشر سنين دا شرط الشرط التاني عندنا أن هو يتم تأجيل دخول المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في العام اللي دا عاديه يعني النبي والمسلمين هيروحوا مكة في سنة سبع هجريا عشان يعملوا مناسك العمرة طب هو العمرة بتاعتهم ديت حسبت آت حسبت لكن هل هم دخلوا مكة في الوقت دا؟ ما دخلوش مكة لكن دخلوها في السنة اللي بعدها لها سنة كام سبع هجريا برضو من شروط صلح الحديبية اللي كان عليه كلام كتير اللي هو من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم فليدخل فيه ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فيه يعني اللي عايز يخش مع سيدنا محمد يخش فيه يخش معاه واللي عايز يخش مع قبيلة قريش يخش معاه فبالفعل دخلت قبيلة خزاعة في حلف النبي وقبيلة اسمها قبيلة بكر دخلت في حلف قريش وبرضو من أتى إلى قريش من المسلمين لا تردوا يعني أي حد مسلم هيرتد عن الإسلام وهيروح قريش عشان يقعد معهم قريش مش هترجع ومن أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم من قريش عشان يخش في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم هيرجعه لقبيل القريش فهنا بقى بقى فيه خلاف على النقطة دي مع الصحابة الصحابة دائت جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض نظر إزاي عنده بعض نظر؟ لأن الصلح ده فعلا كان فتح وكان نصر للمسلمين فابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى ملوك ورؤساء العالم بعت ليه مصر وبعت ليه اليمن وبعت ليه الروم وبعت للحبشة وبعت لبلاد فارس الرسل والملوك عشان يدقهم للدخول في الإسلام الكلام دا كان أنت كان ستة هجريا اللي هو كان صلح الحديبية وبالفعل بدأت مرحلة نشر الدعوة عالميا وموجهة كل من يقف أمام تبلغها ونشر فضائلها بين الناس جميعا بعدها سنة سبعة هجريا طبعا مفيش قتال بقى مفيش حرب مما بين المسلمين وبين قبيلة قريش لكن هنا بقى في مدينة خيبر سنة سبعة هجريا اليهود اللي خرجوا من المدينة قعدوا فيه خيبر فخيبر كانت مركز للمؤامرات والدسائس ومكان الغدر والمقر والخيانة ومأوى لكل مسير الشغب من اليهود سوى بقى أن هم بيحرضوا القبائل عشان يحربوا المسلمين أو هم نفسهم بيخرجوا عشان يحربوا المسلمين لذلك فتحا النبي صلى الله عليه وسلم ليأمن شرهم ويأمن غدرهم وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه 1600 واحد فحاصر خيبر حتى استسلامت كل حصونها وكان من نتائجها تساقطت كلاء اليهود وحصونهم وسمح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن هم يعودوا وأن هم يقيموا في أرضهم يعملون ويزرعوا مقابل أن هم يأدوا نصف محاصيلهم للمسلمين يعني هم يزرعوا ويأملوا كل حاجة ويدوا نصف المحاصيل بتاعتهم للنبي ولمسلمين فده كانت معركة خيبر أو غزوة خيبر اللي هي كانت سنة كم؟ كانت سنة سبعة هجرية وفضل اليهود قاعدين في شبه الجزيرة العربية اللي جايت لما جيسدنا أمر بن الخطاب رضي الله عنه ويخرجهم تماما من شبه الجزيرة العربية لينتهي بذلك الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية سنة تمانية هجرية قبيلة كريش نقضت عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفت مع قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة وطبعا إحنا عارفين أن قبيلة خزاعة كانت في حلف المسلمين وقتلوا من قبيلة خزاعة عدد كبير جدا من الناس وهم آمنون وهم مطمئنون طب قبيلة خزاعة في حلف النبي وقبيلة بكر في حلف كريش يبقى كده العهد ده موجود؟ لا العهد ده تم نقضه طب من اللي نقضوا؟ قبيلة كريش هنا بقى حدثت غزوة فتح مكة اللي كانت سنة تمانية هجرية هنا بقى خرج النبي وخرج المسلمين في جيش عدده عشر تلاف مقاتل شوف بقى غزوة بدر اتين هجريا تلتمية وترتاشر غزوة فتح بكة عشر تلاف مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم دخل معه الجيش بتاعه هنا بقى المشركين وقبيلة كريش خافت خافوا افتكروا اللي هم عملوه في النبي صلى الله عليه وسلم زمان فالنبي صلى الله عليه وسلم بص ليهم قال لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم انتوا فاكريني هعمل ايه فيكم قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم قال لهم اذهبوا فانتم والطلقاء يعني انتم حرين انا مش هعمل فيكم حاجة ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه التسامح؟ ايه الرحمة؟ ايه العفو؟ حتى كمان نزل قول الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يعني مش للمسلم بس لا لكل العالم لكل الناس وما ارسلناك الا رحمة للعالمين هنا بقى في فتح مكة نزل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجة فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا هنا بقى طاف النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين حول الكعبة وحطم كل الاصنام واتى اليه الرجال والنساء من قريش يعلنون اسلامهم ويبايعونه على عبادة الله سبحانه وتعالى شوف بقى هنا شوف هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه ازاي هنا بقى ايه الدرس المستفاد من غزل وفتح مكة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ان هو يموت المشركين لكن هل هو عمل كده؟ ما عملش كده يبقى الدرس المستفاد من فتح مكة التسامح ويالعفه عند المقدرة ده درس مهم جدا لنا وقادي طبعا قدامنا خريطة لجيش المسلمين اللي فتح مكة وقادي طبعا صورة للكعبة المشرفة بعدها على طول تمانية هجرية قبيلة هوازن وقبيلة سوكيف اللي هم قاعدين في جنوب مكة تحركوا لقتال المسلمين فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين على رأس جيش اللي فتح مكة ومعه بقى المسلمين الجدد اللي دخلوا في الإسلام وكان عددهم كبير جدا والمسلمين قالوا اليوم لا نهزم من كله احنا النهاردة مش نتهزم عشان احنا عددنا كبير جدا لكن وهم في الطريق لحنين اللي كان ثانية هجريا اتفاجأ المسلمين بالهجوم المفاجئ لقوات المشركين فاختل توازن المسلمين في بداية المعركة فجريوا وتراجعوا وتفرقوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في موقعه وامر عمه العباس عم النبي اسمه العباس كان صوته عالي جدا صوته جهوري فقعد ينادي على المسلمين فاجتمعوا حولين النبي وانتصروا على عدوهن يبا الدرس المستفاد من غزوة حنين اللي هو كان سنة ثمانية هجريا ان النصر ليس بقوة او ليس بقصرة العدد وانما هو بقوة الامان اهو عندنا نتائجها انتصار المسلمون على عدوهم وكانت درسا للمسلمين بانهم لم ينتصروا بقصرة عددهم وعدتهم ولكن بطاعة الله وقوة الامان تسعة هجريا اللي هي كانت اخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي غزوة تابوك سنة كانت تسعة هجريا اسبابها ان روم قعدوا جيش كبير جدا لقتال المسلمين والقباعة عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش كبير جدا عدده تلاتين الف مقاتل لكن مش في نفس عدد جيش روم وتحرك به نحو مدينة تابوك لكن ملقاش حد من المشركين اللي هم مين اللي هم الروم وبالفعل قذف الله في قلوبهم الرعب وتفرقوا جميعا وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه سالم الى المدينة وكانت من نتائجها عاد الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه سالما الى المدينة المنورة ده كان سنة كام تسعة هجريا جت سنة عشر هجريا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عمل حجة واحدة اللي احنا سميناها حجة الوداع وبالفعل ده كان في نهاية العام العاشر الهجري خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كتاب الله وسنتي اي مشكلة دور ليه على حلقة لقيها في يعني كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال احاديثه شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول لك حب لأخيك ما تحب لنفسك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث جميل شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في مرة يعني طفل صغير قاعد قدامه بيأكل مرة يأكل لغمة من قدامه مرة يأكل من الجنب ومرة يأكل من وراء طبع قال له شو بقى الجمال قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ايه الجمال ده لما بصل المشركين في فرح مكة وقال لهم ماذا تظنون اني فاعلون بكم قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قال لهم اذهبوا فأنتم التلقاء شوف الجمال شوف العظمة شوف التسامح مبادئ الدين الإسلامي النبي صلى الله عليه وسلم لأمريكي دي نجع قصة حياته اتولد تيم الأب وبعد كده راح عند المرضيعة حليمة السعادية قاعد عندها أربع سنين ورجاء قاعد عند ولدته سنتين توفت أمه اللي هي أميدة بنت أهب بعد كده جده توف وبعد كده اشتغل في الرعي وهو طفل صغير عند عمه ولما كبر اتجوز من السيدة خديجة وبعد كده عامل حزن اتوفى السيدة خديجة وتوفى عمه أبو طالب اللي كان بينصره اللي كان بيحميه وبعد كده يعني أهله اللي هم المشركين اللي هي قبيل الكراش اتهموا بالسحر والتهموا بالجنون والتهموا بالكسب والتهمون انه هو شاعر ورغم كل ده يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويقول له اللهم اخفر لقومي فانهم لا يعلمون وعسى الله ان يخرج من أصلابهم ما يعبد الله سبحانه وتعالى شوف الجمال شوف الرحمة وكل ده حياته كلها حياته كلها مشقة وحياته كلها صعاب وغزوة بادر وغزوة قحد وغزوة الخندق حياته كلها مشقة ومن فتح مكة تمانية هجريا اللي هو ابتدى بقى حياته تبقى ايه فيها راحة شوية هنا بقى أثر السم اللي اليهود بني الندير حبوا ان هم يموتوه وبعد كده الطعم من كل اكل فيه سم هنا بقى يظهر أثر السم في الوقت اللي يبقى فيه راحة ليه ويقب من ثمانية هجريا ابتدى يبدأ النصر اللي جاي السنة كام حداشر هجريا فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربي يوم الاثنين الثاني عشر اثناشر من ربيع الأول عام حداشر هجريا بعد أن أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير ده بالنسبة لقصة أعظم أعظم إنسان على وجه الأرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبكده وصلنا إلى نهاية الدرس أتمنى يكون الدرس نال أعجابكم وفيهنا الدرس مع بعض وإذا لقائم فيه درس جديد من دروس مادة الدرسات الاجتماعية